تواصل وزارة الداخلية حمالتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 644 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت ألف واثنين طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبطه 198 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 770 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية فتم ضبط 34 طن ومجال قضايا المخابس تم ضبط 922 قضية من بينها 194 قضية خبز ناقص الوزن و217 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر